احييكم مشاهدين من جديد اعلن الرئيس التونسي في ذروة الازمة التي تعيشها البلاد ان تونس لن تعود الى الوراء ولا حوار الا مع من وصفهم بالصادقين في اشارة الى رفضه الحوار مع خصومه الذين انتقدوا قراراته الاخيرة خاصة مع تصعيد انتقاداتهم له في ظل هذه التصريحات وقعت سبع منظمات ونقابات تونسية بيانا دعت فيه الى الاسرع في تشكيل حكومة من اصحاب الكفاءات ووضع خريطة طريق للخروج من الازمة الراهنة ودعت المنظمات في بيان مشترك الرئيس سعيد الى وضع خطة عمل وفق اجندة محددة زمنيا وبصفة تشاركية مع القوى المدنية منظمات المجتمع المدني طالبت في بيان لها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الاجرال تحترم فيها الكفاءة والمناصفة ودعت لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 ووقعت على البيان النقاب الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشباب والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمات اخرى قوى تونسية ربطت بين هذه المطالب وضرورة تعيين رئيس وزراء جديد خاصة وأنه سيكون قادرا على إدارة هذه الخارطة السياسية والتي تطالب بها القوى النقابية وقالت مصادر بالرئاسة أن أي قرار نهائي لم يتخذ بخصوص رئيس الحكومة الجديد لكن الخطوات حثيثة في هذا الاتجاه فما هي خيارات الرئيس قيس سعيد المقبلة ولماذا هذا التأخير في إعلان خارطة طريق النأل الخروج من الأزمة وما هي العقبات التي تواجه الرئيس في إنقاذ تونس من أزمتها الراهنة تتعالى أصوات النقابات المهنية المطالبة للرئيس التونسي قيس سعيد بوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة الحاجة إلى مثل هذه الخارطة تزداد يوما بعد يوم وهي الخطوة التالية المنتظرة من الرئيس بعد تفعيله للمادة ثمانين من الدستور في كل مرة تتجدد فيها المطالب بخارطة الطريق تتعمد المنظمات تجديد تأييدها لإجراءات سعيد في إنقاذ تونس من أزمتها فجميعها تريد من الرئيس أن يمضي فيما عقد العزم عليه وهي تخشى أن ينطوي الوقت على مخاطر لم تكن في الحسبان ثم تتصور لاتحاد الشغل التونسي يمكن أن يكون أرضية جيدة للخارطة المرتقبة كما يوجد رؤى ومقترحات أخرى مفيدة أما المشترك بين جميع المقترحات فهو أن البلاد لا يمكن أن تعود إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو ولن تنظر إلى الوراء تحتاج تونس إلى حكومة وبلمان جديدين يكون همهما خدمة التونسيين فقط وما تظهر به الأحزاب في الانتخابات المقبلة يجب أن يستند إلى هذه الحقيقة الرئيس في كل مناسبة يجدد إدراكه لهذه الأحلام وحرصه على تنفيذها ولأجل ذلك يرفض الخوض في أي حوار قد يقطع الطريق إليها لا حديث مع غير الصادقين في تحقيق تطلعات التونسيين هو رد سعيد على دعوات الحوار التي تتردد في البلاد اليوم والقول الفصل بالنسبة للتونسيين في تمييز الصادقين عن سواهم هو ماذا يريدون وماذا سيفعلون للبلاد عندما تحينوا الاستحقاقات نفتت هذا النقاش من ضمان ضيفي من تونس دكتور عبداللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر معي من تونس أيضا دكتور عبدالقادر حمدوني الباحث الأكاديمي ورحب بكم في هذا النقاش وأبدأ معك دكتور عبداللطيف هذه الدعوات بالتسريع اليوم من قبل النقابات وحتى من قبل كافة القوى التونسية كيف يمكن أن يضغط على الرئيس سعيد وكيف يمكن أن يؤثر على قراراته وهو متريف حتى اللحظة سواء كان بالإعلان عن خارطة الطريق وحتى رئيس للحكومة مرحبا أهلا وسهلا كما تفضلت هذا المطلب هو مطلب ليس فقط في الواقع من منظمات المجتمع المدني الفاعلة والوازنة ومنها الاتحاد العام تونس لشغل وإنما حتى مطلب دول العديد من دول ذات العلاقة المتينة والتاريخية بتونس تطالب الرئيس قيس بمسألتين أساسيتين أولا التعجيل بأعلان حكومة ورئيس حكومة بطبيعة الحال حتى تعرف هذه الدول مع من تتعامل بشكل مباشر هذا من ناحية وخاصة مع الأزمة الاقتصادية والمالية من الضروري أن توجد هذه الحكومة للتفاوض مع المانحين أو مع مؤسسات النقد الدولي وكذلك مع الدول من ناحية أخرى أن المطلب أيضا الأساسي لهذه المنظمات هو كذلك العمل من أجل الحفاظ على الحريات العامة والخاصة وهذا المطلب أيضا هو مطلب أساسي من قبل جميع المنظمات لماذا هذا الأمر أيضا حتى تضع حدا لكثير من التأويلات وكثير من الأفكار التي تريد أن تشوها هذه التجربة من خلال دعايات تبدو في عامتها مغرضة فبالتالي مسألة الحكومة هي محددة وكذلك خريطة للطريق للأسف نحن نلاحظ أن السيد الرئيس يعمل لوحده صحيح أنه قد استقبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مناسبة أو مناسبتين وكذلك الأخ الأمين العام للاتحاد العامة للشغل ولكنه إلى الآن لا يفضح أو لا يبين ماذا يريد بالضبط الخطوات التي اتخذها نلاحظ أن إجراءات مهمة جدا سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تعيين وزارة خدمات أساسا وخاصة وزارة الداخلية باعتبار أن هذه الوزارة هي مخترقة ويتحدث هو وغيره عن وجود وزارة أو أمن موازن في البلاد وهذا ما يمثل خطرا على الدولة التونسية وعلى المجتمع التونسي أيضا دكتور عبد القادر ورحب بك من جديد تعالي الأصوات النقابية اليوم التي تطالب الإسراع باختيار رئيس حكومة جديد لتونس إلى أي مدى سيدفع بالرئيس قيس سعيد تجاه التسريع من هذه المهمة واتخاذ القرار مساء الخير لكي ولضيفك ولكافة المشاهدين مثل نور لا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة باعتبار أن مسألة اختيار رئيس حكومة ليست مسألة بسيطة فرئيس الجمهورية كانت له تجربة سابقة مع اختيار السيد هشام المشيشي ولكن في اعتقاده وفي اعتقاد الجميع أن التجربة فشلت فشلا كبيرا مما أدى بالأوضاع أحد أسباب وصولنا إلى هذه الوضعية هو هذا الاختيار فبالتالي مسألة الاختيار تتطلب من رئيس الجمهورية أنه يأخذ بتابعة الحال هذه التجربة ويختار الشخصية المناسبة ولكن هناك مشكلة أخرى أو شرط آخر وضعه رئيس الجمهورية عندما اتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية وأعلن بالوضوح التام أن رئيس الحكومة الذي سيختاره يجب أن يعمل معه وأن ينسق معه وحتى جلسات الحكومة يجب أن تتم بالتنصيق مع رئيس الجمهورية مما يعني بالمعنى التونسي وبما تعودنا عليه في تونس أن الشخصية المختارة لن يكون رئيس حكومة بالمطلق بل هو تقريبا وزير أول باعتبار أنه في الإجراءات الاستثنائية رئيس الجمهورية أعلن بالوضوح التام أن السلطة التنفيذية تقريبا بيده لكن وهذا السيناريو دكتور عبد القادر في تونس يساعد على تجاوز وتخطي العرقيل الراهنة طبعا لأنه رئيس الجمهورية والشارع التونسي والمتتبع للحياة السياسية في تونس عانينا الأمرين من وجود أكثر من رأس على السلطة التنفيذية فبالتالي في هذه المرحلة المسألة تحتاج إلى مزيد التنصيق والانسجام فبالتالي مسألة اختيار رئيس حكومة ليست مسألة هينة بالنسبة لخارطة الطريق قبل أن أتي على ذكر خارطة الطريق سأناقش كل ذلك معك ومع ضيفي لكن دكتور عبد اللطيف أريد السؤال هنا ما هو دور رئيس الوزراء المرتقب عندما يسميه الرئيس السعيد هل توافق ضيفي على ما طرحه من سيناريو للحكومة المقبلة؟ نعم هي المشكلة الآن نحن أمام وضعا محدد السيد رئيس الجمهورية عين مجموعة من الوزراء وهؤلاء الوزراء كما قلنا أغلبهم في اختصاص خدمات خدمات مختلفة اقتصادية مالية اجتماعية وقبل قليل عين وزيرا للصحة ثم وزير للداخلي بمعنى هذا أن رئيس الجمهورية يريد أن يعين رئيس حكومة أو وزير أول يضعه أمام الأمر الواقع بمعنى ماذا سيقدم فيما بعد القائمة التي سيقدمها هذا الشخص عندما يتم تعينه وأعتقد أو أرى أن أهم مشكلة تعترض الآن رئيس الجمهورية هو في اختياره لهذه الشخصية ليس فقط لعدم وجود وجوه فاعلة وناجعة وذات خبرة وإنما كذلك هناك من يستشعر مبن الضفرين الخوف من أن لا يؤدي دوره بحرية بمعنى أن كل الصلوحيات تصبح عند رئيس الجمهورية دون رئيس الحكومة أو الوزير الأول وهذا الأمر بطبيع الحال يعود إلى أيضا شخصية السيد رئيس الدولة المشكلة بطبيع الحال إن شئنا هو جرب مع وزيرين اثنين ورئيسي حكومة مع الفخفاخ وكذلك مع المشيشي وفشل في ذلك برغم اختلاف الأسباب ولكن هذا باعتقادي هذا سيؤدي إلى تردد الكثير من الشخصيات عن تحمل مثل هذه المسئولية من ذلك على ما يبدو وعلى ما يتواتر الآن في الساحة السياسية أن السيد مروان العباسي اللي هو محافظة البنك المركزي وهو شخصية محترمة جدا في الداخل وله علاقات واسعة من الخارج كرجل اقتصاد ومالية وتونس بحاجة لمثل هذه الشخصيات تردد في أن يتحمل هذه المسئولية خوفا من هذا التناقض الذي كنت تحدثت عنه ولكن للأسف كما قلت أن مطلب تعيين شخصية محترمة يجب أن يكون سريعا لأن الآن نحن تجاوزنا الأسبوع وحتى المجتمع الدولي ينادي بضرورة أن يكون هناك رئيس الحكومة أو وزير أول يعني هذا بالنسبة لشخصية رئيس الوزراء اليوم أيضا هناك منظمات ونقابات دعت إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت يحترم فيها الكفاءة والمناصفة فما هي المناصفة المقبولة اليوم وبين من ومن تقريبا عندنا في تونس تقريبا هناك 12 وزارة بلا وزير يعني هي كانت 9 وزارة بالنيابة ثم مع عملية الأعفال التي تمت لرئيس الحكومة وباعتباره كان وزير الداخلية بالنيابة وكذلك لوزارة أخرين هناك تقريبا وصلنا إلى 12 وزارة فاعتقادي أنه أمام الصعوبات التي الموجودة في علاقة باختيار الشخصية القابلة بهذه الظروف وبهذه الشروط لرئيس الحكومة رئيس الجمهورية سيمضي في ملء الفراغ الحاصل في عدد من الوزارات منذ تقريبا ستة أشهر وهذا تقريبا مثلما ذهب في ذلك ضيفكم وصديق الأستاذ الحناشي أن الرئيس الحكومة القادم سيجد تقريبا حكومة مشكلة في أغلبها ولكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد باعتبار أن هناك وزارات أساسية ولو اليوم تمت تسمية وزير للصحة أن وزارة الدفاع ووزارات أخرى أساسية ووزارة الإفلاحة أو غيرها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد البلاد في حاجة إلى مسأل لأنه أبقى معك بموضوع خارطة الطريق وهو ما تطرقت إليه حضرتك اليوم الرئاسة تعد لخارطة واتحاد الشغل أعلن عن اقترابه من تحديد خارطة وسيتقدم بها للرئيس ماذا نفهم من ذلك؟ هل تحديد الخارطة من قبل اتحاد الشغل يتم بالتفاهم مع الرئيس سعيد؟ أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك خارطة واضحة كما يتصور البعث باعتبار أنه لا بد أن ننطلق من الأساس رئيس الجمهورية أعلن أنه في حالة حرب حرب لن تسيل فيها الدماء وبالتالي هو في أكثر من حركة قام بها تيلة العشرة أيام الأخيرة هو يضع بسدد تفكيك الغام موجودة في أكثر من مكان في وزارة الداخلية أو فيما يتعلق بالصحة أو فيما يتعلق بالماء أو بالغذاء أو بوزارة التجارة أو بمسالك التوزيع في عدد فبالتالي هو بسدد رسال لعدد من الأطراف ولا أعتقد وهنا أكون جازما باعتبار أن خطاب الرئيس البارحة كان واضحا لا عودة للوراء ورفع شعار يعرفه التونسيون جميعا خبز وماء والرجوع إلى الوراء لا يعني اللي هي كانت شعارات سياسية في علاقة بشخصيات كانت تتحمل أما الوزارة الأولى أو رئيس الجمهورية مثل ما تم مع ابن علي فاعتقادي أن رئيس الجمهورية في علاقة بالمجتمع المدني وخاصة بالمنظمات الأساسية مثل الاتحاد العام تنسي للشغل سيقدم مجموعة من الضمنات في علاقة بملفات عديدة اقتصادية واجتماعية وتتعلق بالحريات لكن لا أعتقد أنه ستكون هناك خريطة طريق واضحة لأن الأمور بما فيهم رئيس الجمهورية اللاعب الأساسي في المدة القادمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هناك أشياء خارجة عن إرادته باعتبار أنها مربوطة بملفات أخرى تطرح لجهات أخرى يعني مثلا وضعية البرلمان لا رئيس الجمهورية ولا الشعب التونسي قابل بعودة البرلمان كما هو ونعرف جميعا ويتابع الإعلاميون والمتتبعون أن هناك عديد من القضايا المرفوعة ضد نواب كأفراد أو ضد نواب كقائمات باعتبار أن هناك تهما تتعلق بالتمويل الخارجي وقد يتخذ القضاء قرارات بإلغاء هذه القائمات أو إسقاطها أو تتبع المترشحين في هذه القائمات فبالتالي هناك عديد السيناريوات مما تمنع دكتور عبداللطيف يعني ضيفي يتحدث عن ربما مصاعب تواجه الرئيس سعيد بإيجاد خارطة طريق واضحة في هذه الأزمة الراهنة وفي ظل كل هذه العقد العالقة ومنها عقدة البرلمان فما هي خيارات الرئيس برأيك؟ يبدل إلى الآن أن خيارات الرئيس هو بالاعتماد خاصة على القضاء من أولى القرارات التي اتخذها هي قرارات ذات طابع قضائي أولا في البداية أثار أو حرك مسألة التقرير الذي رفع سنة 2011 عند لجنة تحقيق الرشوة والفساد السياسي برئاسة المرحوم عبدالفتاح بن عمر ثم في خطوة ثانية أحال تقرير دائرة المحاسبات للقطب القضائي للنظري في قضايا تتعلق بحزبين أساسيين وأحدى الجمعيات الحزبين هما المتحالفين سابقاً النهضة وقلب تونس بتهمة التعامل مع الخارج أو تمويل الحملات الانتخابية وهذا بطبيع الحال يعتبر جريمة في القانون التونسي وخاصة في قانون الانتخابات هذا المسلك قد يغير تماماً المشهد السياسي في حالة إدانة هداني الحزباني من قبل القطب القضائي فسيغير المشهد السياسي والمشهد البرلماني بجملته وبالتالي هذا مسلك أساسي أعتقد أن الرئيس قد اتخذه إنما المشكلة هنا هي ماذا يريد الرئيس بالضبط كان أو من المفروض أن تكون هناك خارطة للطريق ماذا يريد ماذا سينجز في المرحلة القادمة على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الصحي وكذلك العلاقات الخارجية هذا الأمر طرحه الاتحاد العام التونسي لشغل وبلور مشروعاً كاملاً خريطة الطريق كاملة غير أن الهيئة الإدارية المؤسعة الاستثنائية ليوم 3 أغسطس الماضي رأت أن لا يطرح هذا المشروع أو هذه الخريطة إلى أن تتشكل الحكومة باعتبار أن الحكومة هي التي ستنفذ مثل هذا المشروع ولكن من المفروض كما قلت أن رئيس الجمهورية على الأقل أنه يتفاعل مع المجتمع الذي يرى أنه يلتقي معه موضوعياً في هذه المرحلة للمساهمة في سياغة خريطة طريق جديدة لتحدد مستقبل هذه التجربة دكتور عبدالقادر وبإجازة لو سمحت تصريحات الرئيس الأخير أكد فيها بأنه لا حوار إلا مع من وصفهم بالصادقين هذا جاء عقب دعوة مجلس شورى النهضة لإطلاق حوار وطني هل استبعد الرئيس الحركة؟ وهل من مؤشرات على أن فكرة الحوار حاضرة ضمن خارطة الطريق المستقبلية؟ نعتقد أن الحوار حاضر بالنسبة لرئيس الجمهورية وبالنسبة لطرف أساسي كان دعاف السابق للحوار وهو الاتحاد العام توسي الشغل حتى الاتحاد استبعد هذا الخيار فبالتالي هناك خيارات أخرى للوصول إلى حلول فيما يتعلق بحلول سياسية باعتبار أن الجميع أصبح مقتنعا أن النظام السياسي الموجود والنظام الانتخابي الموجود لم يعود قادرين على إيجاد حلول للبلاد فبالتالي هناك تفكير جدي في تغيير النظام السياسي وتفكير جدي في النظام الانتخابي وهذا يمكن أن يتم عن طريق مختصين لهم من الدراية الكثير لتقديم حلول وفق التوجه الموجود لدى رئيس الجمهورية وقد يشاتروا فيه الكثيرون بما فيهم الاتحاد الذي طالبه كذلك بمراجعة النظام السياسي وكما قلنا أكثر من مرة وأكده البارحة رئيس الجمهورية لا مجال ليرجوع للشكل الذي كان سائدا سياسيا في تونس ضيفايا الكريمين من تونس دكتور عبدالقادر حمدوني الباحث الأكاديمي ودكتور عبداللطيف الأحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر شكرا جزيلا لكم مشاهدين بهذا وصلنا إلى ختام حلقة وراء الحدث لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء